بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل علينا عملية البروغرامنج لإكسرشاز الموجود معنا وما زلنا فيه Phase 2 اللي هو المتيرير الموفل فنقول إحنا وصلنا في الاسلايد الماضي إلى النقطة I عملنا لها البروغرامنج فإذا تعزينا عمل عملية البروغرامنج لإكسرشاز الموجود معنا As I am having having the same diameter فكل اللي أنا هعمله هعمل برمجة للزد لإن إيه ما استيل إن أنا عندي الإكس زي ما هي فأقولي N85Z-2.050 وده معناه إن أنا بعمل الديامتر اللي هو 925 is cut to 2.05 length يبقى كده وصلت إلى النقطة G فضلي النقطة K عشان أعمل بروغرامنج لنقطة K هقول له إن أنا عندي الزد زي ما هي هبارمج بس الكيف فأقول له N90 X1.050 هتقولي X بواحد يا دكتور مش بواحد أنا هنا آخر مقطة أو آخر مستوى أنا شغال عليه فأقول له إيه The tool is fed out to 0.50 past the diameter of the workpiece أنا خرقت بهذه المسافة خارج الworkpiece لإن أنا بالفعل خلصت المتيري رموفل من هذا الpart فباقي بقول له بعد كده هنطلع بقى بالتول بعيد خالص فأقول له إيه 95 G00 اللي هي رابط Traverse mode X 1.2 وزد 0.1 فبنبعد بالX 1.2 وزد اللي هي 0.1 اللي هي reference point position بكده نكون إحنا خلصنا الجزء اللي هو بتاع rough cut طب نيجي نقول إيه finishing turning هنعمله إزاي قال لي إن أنا هاجي هقول هستعمل الكود اللي هو G72 اللي هو بتاع finishing cycle زي ما استعملت G73 بتاع rough cycle استعمل G72 اللي هو بتاع finish cycle بس هنا بقى في ميذة في عملية programming أو CNC programming إن كل اللي هي كانت محصورة زي ما احنا قلنا ما بين P35 البلوكس اللي هي ما بين P35 ولكن 95 أنا مش محتاج إن أنا أعيده مرة أخرى ولا أعمل كل الشغل اللي أنا عملته في rough cycle أنا مجرد إن أنا بقوله G72 P35 يعني ابدأ من البلوك اللي هو 35 وانتهي بالبلوك اللي هو 95 وخلي الفيد هنا بالpoint 004 بدل ما كانت هيب أنا غيرت بس قيمة الفيد بدل ما كانت 0.008 خليتها 0.004 وهيعمل عملية A finish cycle بعد ما يخلص ال finish cycle بقوله N105 أعمل G00 رابط traverse mode ودي X خلي قيمتها عند 2.00 وزد بالpoint 5 اللي هو مين اللي هو machine home position بكده أكون خلصت phase 2 اللي هو material removal فضلني الفيز التالت اللي هو system shut down اللي هو بعمل فيه أنا كنت مخلي coolant on اللي هو M08 يبقى لازم أقوله عند N110 M09 اللي هو اعمل coolant off وبعدين spindle اللي هو كان بيدور بالM03 من فضلك عند N115 M05 يبقى spindle stop أو off آخر حاجة بقوله N120 M30 اللي هي end of program يبقى كده وصلنا للend of program وعمل rewind وبدأ تاني من عند بداية البرنامج لما بستعمل M30 من الممكن طبعا في حاجات تاني بوقف بها البرنامج ماعمل stop of the program اللي هي زي MA02 بكده نكون وصلنا لنهاية هذا chapter وإن شاء الله نراكم في الشابتر القدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته